الحكومة الآن تعمل بشكل صحيح في هذا الملف ملف الفساد الحكومة عنوان مطلق عنوان عام الحكومة فيها من يعمل بشكل جاد وحقيقي لمكافحة الفساد أنا عندي النهاية المحصلة وقرار قرار رئيس الوزراء نعم رئيس الوزراء لديه يعني نشاط جاد بهذا الاتجاه هيئة النزاهة تعمل بشكل جاد أيضا وشخص رئيسها الحالي مجلس النواب أيضا يعمل بشكل أو بآخر بنسبة معينة لكن هل هناك حماة للفساد داخل الحكومة أو داخل مجلس النواب نعم موجودون وفاسدون موجودون في السلطة التشريعية وفي السلطة التنفيذية فقدموهم حماية ممكن واقع هذا أنا سأتحدث بشيء من التفصيل لكن من خلال ممارسات ومعايشات ومقابلات ومواجهات مع البعض أن هناك من يحمي فاسد أو هو فاسد زين بالمدة الزمنية الآن من عمر حكومة السيد السوداني ذا ما قررناها بالحكومات الأقرب سيد عادل عبد المهدي والسيد الكاظم عملت أفضل في ملف مكافحة الفساد نحن بحاجة بالتالي بداية إلى تقييم علمي حتى لا نطلق الكلام بشكل عاطفي أو على عوانه لكن بشكل مجمل هي جيدة قياسا بالسنتين الماضيتين أو ما قبلها هي جيدة يعني لا ننسى أن سرقة القرن مثلا هي من مخلفات السنتين الماضيتين وشنو اللي صار بيها صار بيها تفاصل نور خارج السجن ولبعض شركاء حتى في العملية السياسية شركاء على مستوى قيادات سياسية على مستوى قيادات سياسية شركاء لنور زهير ايه وهذا هو السبب مرتبطون بالقيادات السياسية أو قريبون من بعض القيادات السياسية أو مصالح عامة أيضا مرتبطة بهم قد تفتح مشاكل أكبر الملث لا أخلق إلى هذه اللحظة لم يغلق القضية أيضا مرتبطة بتقديرات السلطات سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو حتى تقديرات الأدلة المتوفرة لدى السلطة القضائية ترجمة نانسي قنقر